رجعنا ياكم من بعد الفاصل حديث يشغل الكثير ومسائل بصمة من خلال هذا الموضوع الكل يتساءل في الأماكن العامة الدواوين وغير ما كان رب الأسرة الذي يحتاج على هذا المنزل أو هذا المسكن الخاص فيه اليوم رح نتكلم عن المشاريع القادمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تحديدا مع ضيوفنا المهندس إبراهيم الناشي مدير إدارة التنسيق والبرامج والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وأيضا المهندس راشد العنزي مهندس مقيم في قطاع التنفيذ حياكم الله أهلا وسهلا ومنورينا في برنامج مسائي وأتوقع الجميع يترقب من هو رب أسرة إن كان جديد في التقديم لأن اليوم رح نركز أكثر عن المطلع ومدينة المطلع تحديدا تساءلات كثيرة اليوم نحط النقاط على الحروف من خلال ضيوفنا داخل الاستيديو نبلش بالمهندس إبراهيم نتكلم عن المشاريع القائم تنفيذها تحديدا والتركيز أكثر رح يكون من خلال مدينة المطلع بسم الله الرحمن الرحيم بداية نمس على حضرتك وعلى كذلك السيدات والسادة المشاهدين لقناتكم الكريمة ونشكركم على هذه الاستضافة يمكن خلال السنة هذه استضافتونا ثاني مرة واجبنا أخوي طبعا قناتكم هي متابعة لكل ما يستجد من المشاريع المؤسسة العامة الرعاية السكنية نعم نحن الآن طبعا ما زلنا في الخطة الخمسية التاسعة اللي بدأت في 15-16 وإن شاء الله رح تستمر إلى 19-20 بعض المشاريع تم إنجازها وتم توزيعها وتم ما تقول مثل خلاص يعني ما تقول مثل أغلق الباب عليها وهناك بعض المشاريع الأخرى اللي ادخلت حيز التخطيط والتصميم والآن هي في مرحلة التنفيذ وأبرزها مشروع جنوب المطلع السكني نعم واستجد كذلك بعض الضواحي الأخرى كضاحية جنوب عبدالله المبارك اللي الآن نحن فاتحين عليها باب التخصيص سيتم بإذن الله يوم الأحد القادم استقبال المواطنين الراقبين في التخصيص على جنوب عبدالله المبارك لطلباتهم إلى نهاية العام 98 وكذلك مشروع خيطان قطعة 3 و 4 اللي بتكون من 1448 قسيمة هذه هي المشاريع الأبرز اللي موجودة في المؤسسة العامة الرعاية السكنية ومثل ما قلنا اللي هو المشروع الأبرز مشروع مدينة جنوب المطلع اللي يعتبر الأضخم في تاريخ الرعاية السكنية إذا ما كان المشروع الأكبر من ناحية عدد الوحدات السكنية عدد المباني العامة كم الأعمال اللي ينفذ حاليا وهو بتدع التنفيذ فيه من شهر ستة الماضي والحمد لله ما تقول مثل معاي زميلي اللي هو المهندس راشد العنزي وهو مدير مشروع جنوب المطلع ويشرف على أكثر من 18500 قسيمة يتم تنفيذها حاليا نعم حل إذن أنا أبي أنتقل حق المهندس راشد مهندس إبراهيم قال الأفخم الأفضل أبي أفرق وأشوف ما هو يميز مدينة المطلع تحديدا عن البقية بمميزاتها اللي موجودة بسم الله الرحيم بداية أنا أشكر الخير عبدالله على أصطفتنا وتحت الفرص لأننا كمؤسسة مرأة السكنية لإعطاء أخواننا المواطنين والتواصل معهم وإعطاهم فكرة عن مشاريعنا الحالية والمستقبلية بالنسبة لمشروع المطلع فعل المشروع ضخم من حيث العدد والمساحة 28288 قسيما مساحة 400 متر مساحة 90 مليون متر مربع الضواحي الضواحي تراوح اعتادها من 2500 إلى 2600 قسيمة كل ضاحية 12 ضاحية عندك من حيث الخدمات في 156 مدرسة مختلف المراحل 179 مسجد 12 مركز ضاحية لما نقول مركز ضاحية معناها في مول جمعية فيها مستوصف في مغفر شرطة في مركز حكومي في فرقاز في مسجد جامع عفوا بس هذا البرزنتيشن الخاص هذا البرزنتيشن بخصوص المطلع طبعا فيه خدمات ترفيهية فيه خدمات تعليمية فيه مناطق حرفية مناطق أسواق فيه مئة حديقة في المنطقة ما بين حديقة رئيسية وحديقة عامة لو نقول حديقة رئيسية فيها ملاعب كرة قدم نمرات مشاه المشروع يعتبر الأضخم يعني نتكلم عن تقريبا قد 28 منطقة نفس الدسمة أي يعني من حيث العدد إذا قلنا الدسمة تقريبا ألف بيت في المنطقة في الست قطع المشروع المطاع 28 ألف ومتين وثمانية وثمانين حاليا بدأ بدأ مشروعين رحلتين البنية التحتية للطرق الرئيسية والبنية التحتية للضواحي لثمان ضواحي من ضاحية خمسة إلى ضاحية اثنع عشر والحمد لله يعني العمل جاري حسب البرنامج ممتاز أنا أبي أتكلم عن عفوا أنا أبي أتكلم عن المدة الزمنية للانتهاء والتسليم متى رح تكون هذا المشروع رح يشوف نابعين لكن المدة الزمنية انتهاء من هذا المشروع والتسليم فيه المدة الزمنية بالنسبة للمنية التحتية للقسائم الآن في الفترة التحضيرية هو بدأ من ثلاثين أربعة مدة سنتين رح نسلم المرحلة الأولى اللي هو تقريبا 12.177 قسيمة من 18.519 قسيمة المرحلة الثانية بعدها بستة شهر يعني مدة المشروع ثلاثين شهر مرحلة الأولى تسلم 24 شهر وبعدها بستة شهر تسلم مرحلة الثانية ممتاز مهندس إبراهيم ما بيتكلمني عن دورك من خلال هذا المشروع نحن في إدارتنا اللي هو التنسيق والبرامج المهمة المكللة لنا هو التنسيق مع جهات الدولة الخدمية سواء كان وزارة الأشغال وزارة الكهرباء وزارة المواصلات الجهات الأخرى بخصوص بيان خدماتهم في المنطقة بالتعاون مع بلدية الكويت من بداية اللي هو تخصيص واستلام الموقع من الأخوان البلدية أول ما يصدر قرار التخصيص نقوم في هذه الإجراءات ومن ثم نستمر مع المشروع لحد اعتماد البرنامج الزمني وكذلك تخصيص العمالة المطلوبة للمقاول نعم كل مقاول عندنا يكون مدة أكثر مدة عقدة أكثر من سنة يتم تخصيص عدد من العمالة بالاتفاق مع الأخوان في قطاع التنفيذ وتنسيق مع هذه العاملة القوى العاملة في تصريح هذه الأعداد نعم أمر آخر كذلك بعض التراخيص الموجودة في الموقع مثل ما تعرف حضرتك المقاول يحتاج بعض التصاريح كالمكاتب المؤقتة اللي يتم استغلالها من قبل سواء كجهاز المؤسسة أو المقاول وكذلك الخلاطات الإسمنتية المركزية اللي تكون موجودة في موقع المشروع ومساحات أخرى كذلك منسق مع الأخوان في بلدية الكويت بشأن ترخيصها وبشأن إعطاء اللي هو جميع التسهيلات حق المقاول ممتاز احنا نتكلم عن عصر التكنولوجيا نتكلم عن الأبديت اللي قاعد يصير من خلال التكنولوجيا قاعد نسمع عن السمارت سمارت سيتي نبي السمارت سيتي هل هو قيد التنفيذ مع تكنولوجيا المستخدمة خلال مدينة المطلع بالنسبة السمارت سيتي هو المدينة الأبرز اللي رح يطبق فيها بإذن الله طبق الخطة الموجودة هو مدينة جنوب سعد العبدال عدد وحداتها تقريبا يعادل 30 ألف وحدة سكنية وطبعا نمط تنفيذ هذه المدينة يختلف عن نمط تنفيذ مدينة المطلعة والمشاريع الأخرى نعم الجميع يعرف أن هذا كان فيه شراكة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية ممثلة في هيئة الأراضي والإسكان والبنى التحتية الكورية والمؤسسة العامة من الرعاية السكنية بإنشاء كيان الكيان هذا هو رح يخطط ويصمم ويمول ويدير ويعمل على صيانة مدينة جنوب سعد اللي الآن دخلت في حيز التنفيذ من شهر ابن الماضي مدة التخطيط والتصميم والدراسات الاقتصادية الخاصة في هذا المشروع رح تكون لمدة سنتين خلال الفترة هذه رح يكون فيه مخرجات عن نوع الوحدات السكنية وعداد الوحدات السكنية وكذلك طبيعة هذه المدينة اللي طبعا رح تضمع مثل ما تفضلت حضرتك بعض البنود اللي لم تطبق في المشاريع الأخرى وهي جديدة أساسا على الدولة بشكل عام اللي هي مثل تكنولوجيا إدارة النفايات كذلك الاستعانة في الطاقة النظيفة في توفير جزء من الطاقة وكذلك التعامل مع المنى التحتية في وضع مجسات تعطيب مثل إشارات إنذار لو كان فيه أي خلل أو فيه أي تسريب سواء كان فيه شبكة المياه العذبة أو في كرامة والسامع اللي هو شبكة الصرف الصحي فهذا كذلك الهدف مننا هو الحفاظ على مصادر الطاقة في هذه المدينة وكذلك الحفاظ على الموارد سؤال مشترك إذا أتكلم عن هذه المشاريع بشكل عام والأخص فيها المطلع بشكل أخص من تخدم من المجتمع أو فئات المجتمع يعني تخدم جميع المواطنيين متخدمين للسكن يعني شوفوا أنت تنشئ مجتمع عمراني نعم يعني الكويت من تاريخ رعاية السكنية من بدايتها من تصرف الخمسينات يمكن إلى الفترة هذه كان مئة ألف وحدة سكنية إحنا الحين الفترة الجاية مطلوب مننا خلال السنوات القادمة نفس العدد هذا من البيوت فلازم التغير يعني استخدام تكنوجيا بيننا صارت المشاريع عندنا ضخمة المشروع اللي تكلمنا عنه الحين مشروع المطلع البنية التحتية للطرق نحن قاعدين نشتغل مئتين وسبعين كيلو طرق في حارات يعني حارتين وثلاث حارات عندنا لأول مرة مشاريعنا في عشرين جسر وفي ثلاثة جسر مشاه منها ست جسور فيها مصاعد كثرة الجسور قلل من نسبة الزحمة خصوصا في فترات الذروة خروج ناس للمدارس وللدوامات والعكس صحي في هذا لكن أنا قصدي في سؤال من تخدم فئة المجتمع أنا عارف هي تخدم جميع لكن إذا ببسطها أكثر تواريخ الطلبات بالنسبة لي الفئات المستهدفة في هذا المشروع أيها هذا قصدي الآن نحن واصلين إلى نهاية 2013 يعني صاحب طلب إسكاني يشمل هذا التاريخ بإمكان التقدم إلى المؤسسة العام من الرعاية السكنية سواء كان المبنى الرئيسي والمبنى الرئيسي على فكرة لفترتين فترة صباحية وفترة مسائية الفترة الصباحية من الثمانة ثمانة ونص إلى الساعة وحدة الظهر وتبتدين الفترة المسائية الأخرى من الساعة ثنتين ونص إلى الساعة تقدم المؤسسة نعم إلى نهاية 2013 وطبعا المتبقي من توزيعات المطلع قاموا يتقلص يعني نحن قاموا وزعهم من السنة المالية 15-16 والسنة المالية اللي فاتت هم كذلك وزعنا هم جزء مماثل من السنة المالية اللي قبلها الآن احنا متوقفين بسبب الإجازات والأشياء هذه رح نستأنف إن شاء الله بعد العيد 12 ضحية سكنية تم توزيع 10 منهم الآن متبقي أقل من ضاحيتين لأن الضاحية ثلاثة توزع جزء منها في قبل شهر 6 اللي فات والضاحية ثلاثين بأكملها رح تتوزع فتوزيعات رح تكون حق جنوب المطلع من شهر 9 إلى منتصف تقريبا شهر 11 هذه التوزيعات عشان لا حد يلخبط تقديم الطلب ممكن من باشر يروح تقديم الطلب بالعكس هم أتقول مثل أهيب بالخوة المواطنين اللي يرقب فيهم التقديم على مشروع جنوب المطلع ويشمل تاريخ 2013 وما قبل التقدم المؤسسة العامة الرعاية السكنية مو معناته أنت لما تقدم أوراقك لموظف خدمة المواطن معناته أنه قبل تخصيصك وصدر فيك قرار التخصيص هذا الخطأ الشائع اللي قايصر بين الناس بضعض فيه إجراءات تمر في أكثر من إدارة داخل المؤسسة وكذلك في بعض البيانات نطلبها من إدارات برى المؤسسة فهذا كذلك رح يأخذ وقت ويعتمد كذلك على أعداد المتقدمين خصوصا أننا الآن نحن عندنا ثلاث مشاريع أخرى قاعد يتم التخصيص لها اللي هي جنوب عبدالله مبارك إلى نهاية 98 وقسايم خيطان إلى نهاية كذلك 98 وشقق شمال غرب الصلايبي خاتل اللي هم عددهم 35 شقة إلى نهاية 2009 فرح يكون كم المتقدمين حق طلبات التخصيص رح يأخذ وقت أنا أنصح المواطنين عساسي الحقون على التوزيعات للمطلع التقدم من الحين للمؤسسة على الأساس يكون قرار التخصيص جاهز ومن ثم دخول قرعة التوزيع حلو مهندس إبراهيم أبي أتكلم عن الأوراق المطلوبة اللي أنت تقصدها إذا كان في شخص معارف أو غير ملم بالأوراق المطلوبة هل يروح يستفسر ولا في وسيلة أسرع يمع كل الأوراق ويروح على طول نحن دائما ننزل إعلانات في الصحف المحلية اليومية كذلك حساب المؤسسة على تويتر وإستقرام والحسابات الأخرى قاعد ننزل فيها على طول اللي هو الأوراق المطلوبة للتخصيص نعم وهم كذلك بعد أذكر فيها السادة المواطنين اللي يصور البطاقات المدنية للزوج والزوجة والأبناء شهادة راتب حديثة وشهادة من إخواننا في وزارة عدل السجل العقاري إذا كان والد أو والدة صاحب الطلب متوفي فإحضار شهادة شهادة السجل العقاري باسم المتوفي وكذلك شهادة حصر ورثة هذه الأوراق إيهي الأوراق اللازمة لفتح التخصيص واستكمال معاملة التخصيص نعم أبي أتكلم وأخذ المايك من مهندس إبراهيم إلى مهندس راشد نتكلم عن مدينة المطلع تحديدا أنت قلت ما شاء الله هي أضعاف إذا بنقيسها على منطقة الدسمة شو معنى أن قلت الدسمة؟ لأن عددها ألف وحدة أنت عندك 28 ألف في المطلع ف28 منطقة قد الدسمة مقارنة عددية مقارنة عددية يعني بس أنا بأخذ رأي الناس يقول لك لا والله أنطر خلك من المطلع لا تقدم على المطلع أنطر غير المطلع شنو تقول له؟ شنو الخطأ الشاهر اللي قادي حوش النوصة الحين نشوف في بداء السكنية أنت أما تأخذ بيت بيت حكومة والحين بيوت حكومية متوقفة أو قسيمة أو شقة الكل يعني نفس المساحة فيها نفس تحقق نفس رقبات الأسر الكويتية مدينة المطلع مدينة متكاملة الخدمات من جميع النواحي نعم يمكن حتى أن فيها مناطق راح تكون مجمع وزرات يعني ممكن ما تحتاج تنزل للديرة خدمات الخطوط السريعة أين الخطوط السريعة الحين كاري إنشاءها بالكويت والله الحمد صارت المناطق متقاربة ايه فالمنطقة يعني ما هي من المناطق اللي تعتبر داخل المنطقة الحضرية قريبة نعم يعني هي تبدأ من كيلو ما هي بعيدة فيه فيه تقطع فيه من الجسور اللي ديدة اين جسر موصل حق منطقة المطلع عندك من كيلو خمسة تبدأ إلى كيلو خمسة وعشرين من نسبة لي على طريق العبدالي فيها من الميزات اللي ترقب قربها من المنطقة الحضرية من الجهرة خمسة كيلو تقريبا عن الجهرة فيعني ترقب المواطني فيها علي وزير الإسكان سيد ياسر أبول قال حتى في نشرة الأخبار الخاصة في تلفزيون الرأي قبل قليل أن الوحدات السكنية تستلم أو تسلم 1600 قسيمة في ستمبر لمنطقة غرب عبدالله المبارك ممكن أتكلم عنها نعم طبعا أشكرك على هذا السؤال من خلاله أوجه لكم الشكر الجزيل على التغطية العلامية الميزة اللي قمته فيها صباح هذا اليوم صباح هذا اليوم كان في جولة لمعالي وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات وكذلك المدير العام المؤسسة العام من الرعاية السكنية ومسؤولي المؤسسة في مشروع غرب عبدالله المبارك نعم وغرب عبدالله المبارك يعتبر من أكبر الضواحي اللي تنشئها المؤسسة العام الرعاية السكنية توزع في سنة المالية 2014-2015 هذا هو؟ نعم هذا اللي هو غرب عبدالله المبارك ايه هذه الأعمال الانشائية اللي كانت طبعا هذه كانت فترة والتصوير الحديث اليوم اللي وضع فيه النشرة الإخبارية ايه هذا قديم المشروع متقدم الحين متقدم ممتاز تم اطلاع على نسبة الإنجاز والحمد لله مثل ما تفضل مهندس راشد أن مقاول المشروع متقدم عن البرنامج الزمني نعم وفي مراقبة المشروع وفي ما تقول مثل بعد اللي هو العرض الفني اللي يقدم من قبل جهاز الإشراف للمؤسسة صرح معاني وزير الدولة لشؤول الإسكان أن إن شاء الله رح يتم تسليم استدعاء المواطنين أو دعوة المواطنين أصحاب القسايم في مشروع غرب عبد الله المبارك جزء منهم طبعا العدد اللي هو 1600 ما يقارب 1600 قبل التاريخ التعاقدي والتاريخ المستهدف لانتهاء المشروع بشهرين كان نهاية شهره داعش القادم نعم الآن إن شاء الله يعني على شهر تسعة أخذنا وعد من مقاول المشروع أن تكون سكتشات الخدمات اللي هي مخططات الخاصة في كل قسيمة كل قسيمة لها مخطط طبعا أنا سيتقول أن هذا المشروع يتكون من خمسة آلاف ومئتين قسيمة بعد عقد البنية التحتية اللي هو الآن إن شاء الله على نهايته نعم تم توقيع عقد إن شاء محطات التحويل الرئيسية اللي راح تغدي المشروع محطات الكهرباء وقعد ندخل في طرح المباني العامة وهي مقسمة إلى أربع مناقصات بإذن الله خلال السنة هذه عرفت شون رح نبتدي في طرحة بإذن الله نعم مع نهاية لقائي وياكم في حلقتنا لليوم أبي يعني من كل ضيف موجود ويانا هنا قد تكون نصيحة إن كانت نصيحة أو إن صح التعبير معلومة تبت قلونها لمن يرغب في طلب البيت وواصل على قلاتهم سنة الطلبات عنده أنا برجع لسؤال حضرتك وهذه رسالة وأجيها للسادة والسيدات المتابعي لهذا البرنامج تفضلت حضرتك أن بعض الناس يكون مثلا مقدم على مشروع معين ففي شخص يقول له والله ينتظر مثلا طبع القرار هذا ما يتخذ لازم يكون مبني على تاريخ طلبائه إذا كان من الطلبات القديمة فالآن عنده مشروعين مميزين له مشروع خير قسائم خيطان 98 نهاية 98 وما قبل وجنوب عبد الله المبارك إذا كان مثلا يرغب في شقة مطلع على البحر في شمال غرب الصلاي بيخات ومن 2009 وما قبل فاتقدم كذلك للمؤسسة إذا كان من الطلبات الأحدث اللي هو لحد 2013 فتقدم على مشروع جنوب المطلع فهذه رح تقلص اللي هو فترة انتظاره وهذا القرار هو اللي يتخذ صاحب الطلب الإسكاني نعم مهندس راشد أنا قبل يعني المصيح اللي يقول المواطنين أنه قبل لا تأخذ تأخذ غرارك أنك تروح لأي منطقة يفضل أنك تشوف المخطط مخطط المنطقة يعني عندنا بالعلاغات العامة مثل المعرض الصغير ممكن يشوف كل منطقة خدمات اللي بالمنطقة عدد قسائمها المناطق أو البيوت اللي فيها لها موقع مميز يشوف أكثر وين بأي منطقة قبل لا يأخذ قراره وممكن يسأل ويعني يأخذ نصيحة مباشرة يعني من المهندسين الموجودين ولا الموظفين الموجودين باللغة هناك أصحاب تخصص مهندسين موجودين لأن الأمانة يعني الشخص اللي بعمارنا بعمارنا تحديدا للمقدم اللي وصل وصل طلبه ما عنده الخبرة الكافية بأنه يأخذ بهالمكان ولا ما يأخذ وشنو الفكرة القادمة سواء كان بيت الأهل قريب بيت الأهل بعيد الخدمات الموفرة فموجود المهندسين يسأل عن المنطقة اللي واصله الدور ويسأل عن المناطق اللي قريب رح تنزل فهو من هالمعلومات عند لوحة التوزيع المخطط يرشدون المواطنين على الوحدات السكنية أو المواقع المميزة بالنسبة لدور المواطن اللي يدشقر على التوزيع تدري شنو المشكلة صاحبي طالع قلت أنا توحق المهندس راشد صاحبي طالع لزاوية يبدل مع داخل البيوت السكنية اللي داخلها وين الوعي اللي قاعد يصير له أتوقع قرار خاطئ لأنه أكيد قيمة العقار رح يكون أكثر منه نعم حياكم الله ونورينا داخل السيديو لكنها آخر شيء على سبيل المدعبة المهندس إبراهيم الناشي مدير إدارة التنسيق والبرامج والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمهندس راشد العنزي مهندس مقيم في قطاع التنفيذ شكرا على حضوركم اليوم في مساء وتوضيح الأمور أو النقاط اللي دائما المواطن الكويتي يحرص على معرفة هذه الأبديت أو هذه المعلومات الخاصة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية راح نستكمل بعض حلقاتنا لليوم لكن بعد الفاصل